بسم الله الرحمن الرحيم اليوم هنتكلم عن تكملة الجزء الأخير من قصة جورج أرول وصلنا في المحاضرة اللي فاتت عندما قرر ضد رغبته لقتل الفيديو أخذ الوضع المناسب لأطلاق النار والتصويب على الهدف وطبعا سماع تنهدات الجماهير اللي وراه أكون هم يعني بيحتروا فيلم سينمائي وارتفع تستارة أخيرا بعد قول انتظار لمشاهد شعور بالتسلية شعور بالإثارة شعور بالرغبة لمعرفة بالتشويق عنذر التشويق لماذا سوف يحدث بعد ذلك؟ breath from the number of throat throat عليهfriends وهم كناية عن الصوت النمبر يعني عدد لا يحصى وهذا يلل على الكامل صار بالتعني تموت السينمين وانتظار لسينم خمار أختراح حما blo vem السلو في النهاية هذا مشهد التسلية من مسميهم the rifle was a beautiful german thing the rifle was a beautiful german thing with a crosshair size i did not didn't know that a shooting an elephant one would shoot to cut an imaginary part running from ear hole to ear hole طبعا البندقية هي بندقية ألمانية مع ناظور مع ناظور للتصويت ولكن لم أكن أعرف بأن أطلاق النار وقتل الفيل يجب أن تتخيل بأن هناك علامة علامة من الدان الدان الفيل تدئير لا الفتحة تحت الدان أنك تطلق النار فالفيل موت أنها الرصاصة حتدخل من الدان إلى المصر وقتل الفيل أعطت أطلق النار لقد أعطت أطلق النار لقد أعطت أطلق النار لأن الدماغ سوف يكون في الأمام حتى عندما أطلقت النار لم أسمع الصوت ولم أسمع ارتداد البندقية طبعا البندقية تطلق النار الارتداد طبعا تقود فيك إلى الخلف وهي طبعا تكون لدى مثبتها وعشان عدم الارتداد القوي فإذن مهدد أعطت أطلق النار لم أسمع الصوت ارتداد البندقية أعطت أطلق النار أعطت أطلق النار لقد أسمع الصوت طبعا وعشان أعطت أطلق النار لكن أعطني النار والنار والسرور التي انطلقت من الجماهير والجمهور in that instant in too short a time one would have thought even for the bullet to be there a mysterious terrific change had come over the element he neither stirred nor fell but every line of his body had altered and with the result of the russi will be there to change a very the 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 ولكن كل جزء من جسمه تغير فجأة بيّن انه هو مصاب شرنك انكمش اصبح كبيرا في السن الذو كما لو الاسر المخيف والمرحب للفلقى شلو بدون ميوغا أو بدون اللقع بحي حتى انه كان ليقع بحي ومن يقعه إنه كان بشكل دوماً، أحسنًا، أخيرًا، إنه سعيدًا، أخيرًا، أخيرًا، وإنهارًا، وإنهارًا على ركبتين، جثمًا على ركبتين، وآخيرًا، ربما بعض ثواني، لقد انهارًا على ركبتين، جثم على ركبتين، وفتح فمه، ويبدو عليه الكبر الشديد، والغرم الشديد، فجأةً تحول من ماكنة قوية، مقفلت من مسgicون، ونحن ركبتين، ونحن ركبتين مقفلتين، كأن الأنمور سنولة تسلل حتى تكون لديه أحيك أن يمكن أن أظنه كهبره أماماً أكيد لقد أطلاع عليه كل هذا عمره ألاف السنين الآن أحيك أحيك في الستطع اطلقت النار كمان مرة على نفس المنطقة أتلقت النار كمان مرة على نفس المنطقة أطلاق الثالثة لقد لم ينظر وفي الطلقة الثالثة لم ينظر ولكن قافز في الهواء with desperate slowness to his foot, to his feet, with desperate slowness. حاول الوقوف على رجليه and stood weakly upright. ووقف على رجليه يهتز weakly upright with legs sagging legs طبعان الأقدام طنهار and hit the drooping ورأس يميل I fired a third time أطلق كل المرة الثالثة that was the shot that did for him هذه هي الطلقة التي أنهتم did for him يعني أنهتم دائما في مصطلح عندما تنهي الشيء بيقول لك I am done يعني أنهيت عمله أو بيسألك Are you done? أنهيت عمله Are you done with your work? نعم ياخذ I am done وهذا هو مصطلح شائع فإذا لما نقول that was the shot that did for him من هياته الطلقة التي أنهتم تستطيع أن ترى الألم ألم هذه الطلقة تهز كل جسمه جل جل جهز بقوة and knock the last remnant of the strings from his legs وتنهي على بقايا القوة اللي موجود في رجليه وفي أقدامه the last remnant of the strings from his legs but in falling he seemed for a moment to rise حتى هو نازل حتى هو منهار حتى هو واقع بتشعر أنه بد ينهل فور لماذا؟ فور as his hind legs collapsed beneath him beneath him he seemed to tower upward like a huge rock toppling his trunk reaching skyward like a tree he trumped أطلق صوته for the first and only time for the first and only time يعني للمرة الأولى والأخيرة حتى هو نازل يبين يبان إليك بأنه هو ينهض وإيه؟ أقدامه الخلفية in legs collapsed انهارت تحته أو أسفل beneath him he seemed to tower upward like a huge rock كان يبدو مثل فخرة كبيرة toppling تنهار the trunk الخرطوم reaching skyward التجح إلى أعلى مثل الشجرة he trump أطلق الصوت للمرة لأولى المرة الأولى والأخيرة for the first and only time and then down he came ثم نهار his belly towards me بطمه طبعا أمامي باتجاهي with a crash مع حزة seemed to shake the ground even where I lay بدت أنها كأنها تهز الأرض الذي كنت أنا مستلقي عليها شوف كيف العبارة شوف الجمل الكلمات التي يبين فيها مقتل الفيل والذي نفهم منها إيه؟ شوتينك أن إذيك أن إطلاق النار وقتل الفيل and his refusal to die ورفضه أن يموت for a long time for a long time لفترة طويلة we can say it a symbolic act وهو حمال رسمي ورمزي للمقاومة الشعب البرمي فأن المقاومة لا تموت وأن المقاومة مستمرة وأن المقاومة موجودة طالما هو موجود احتلال بريطاني وهذا ينطبق على حالتنا أيضا دائما الريزيستانت موجود عندما يوجد الظلم توجد المقاومة يوجد العدل تدهي المقاومة يعني هذه سنة من سنة الحياة يعني شوتيng and illegal and his refusal to die for a long time it is a symbolic act of resistance of the bernese people ويدل على مقاومة الشعب طبعا البرمي I got up لحظت the bernese were already bracing past me across the mud وأول ما لحظت كل جمهور لبيرمي كان يتصابق لمن يصل إلى الفيل أولا هنا the image of the colonel it was obvious that the element will never rise again كان واضحا بأن الفيل فلا ينهض مرة أخرى but he was not dead but he was not dead he was breathing very rhythmically with long radical gasp is the great mouth of sight painfully rising and falling ولكن هو كان يتنفس بشكل منتظم with long rattling gasp وهي احتضار هاته عملية الاحتضار his great mouth of sight وجسمه طبعا بشكل ألم رايزنج أن فولينج يطلع بنسل عملية الاحتضار الروح بتتخرج من الجسم كل الجسم بهز مع مرافقا لصوت الشخير وتنفس بشكل منتظم وقوي المثل الموت وأن الموت أكلي this is ugly and this is not beautiful as they tell you his mouth was wide open I could see far down into caverns over pale pinked road حتى أستطيع أن أرى البلعون داخل الفم الفم مفتوح I waited a long time for him I waited a long time for him to die but his breathing did not weaken انتظرت فترة طويلة لعله يموت ولكن تنفسه لم يطعف Finally, في النهاية I fired my two remaining shots into the spot where I thought his heart must be the thick blood whilled out of him like a red velvet بعدين قلتهم Finally, I fired my two remaining shots أطلق آخر طلقتين معي وين أعتقدت أنه قلبه موجود the thick blood whilled out of him هذا الدم هذا الدم انفجر مني مثل كيف تنفجر الماء من البئر out of him like a red velvet مثل المخمر العمر but still he did not die كل هذا symbol of the resistance of the Bernees people because the elephant is a symbol of resistance his body did not even jerk حتى جسمه لم يقتز ويندى شوت ستهم عندما أطلقنا النار وهذه رسالة قد ما تقتلوا how many people you kill from the Bernees people how many people you torture how many people you finish the Bernees people will never stop their resistance again the British colonial power again the British colonial rule until you would draw from Burma where there is occupation there is resistance where there is a colonialism there is a resistance this is a message and the message is conveyed through the song Polk shooting of the ill but still he did not die his body did not even jerk when the ships hit him the tortured breathing continued without a push طبعا هذا الاحتضار التنفس الاليم ازتمر بدون توقف he was dying هو كان يموت very slowly ببطء شديد and in a great agony وفي عذاب شديد but in some world remote of me we're not even a political damaging father وكان يموت ببطء وبألم شديد ولكن ولكن في صميم أفكاري وفي صميم أفكاري كنت على يقين بأن أي طلق وأي إطلاق نار سوف لن يفعل شيئا معه yes and in some world remote from me we're not even a bullet could damage it he will not die but he will die according to his own way حايمو لما هو يقرر أن يموت هذا كله في البراغراف هذه دايما قلنا الفكر الرئيسية shooting an elephant and his refusing to die ورفضه أن يموت for a long time into the symbolic act وهو يرمز إلى مقاومة الشعب البرني a symbolic act of the Burmese people here the desperate shots to kill the element and his slow استقبعنا لاغ نار قتل الثيل قتل المقاومة and his slow death وموته البطيل I felt that I had got to put an end to that dreadful noise it seemed dreadful to see the great peace lying there powerless to move and yet powerless to die and not even to be able to finish him I sent back for my small rifle and pour shot after shot into his heart and down to the throat they seemed to make no impression the tortured cast continued as steadily as a technical clock شعرت شعرت انو لدم انا اضع نهاية لهذا الصوت المخيف كانت مرعب جدا لكي ارى هذا الوحج العظيم ملقى هكذا مرحب جدا powerless to move غير قادر على الحركة and get powerless to die ومش قادر يموت قلت أنا بدا نهي معاناته and not even and not even to be able to finish him ولا أنا قادر على إني أقتل وأنهي شوفي شوفي الكلام شوفي العبارات هذه قدش هي رمزية powerless to move المقاومة موجودة and get powerless to die والمقاومة لن تموت وأنا واللي برقض للاحتدال البريطاني as simple of the British colonial rule we will not be able to finish it and not even to be able to finish it mean that we're in a stuck situation وصلنا إلى stalemate situation منقف نحن قادرين نتقدم ولا قادرين نتراجع عجز عجز عاجز ن تأثر. The torture gasp continued. The torture gasp continued as steadily at the ticking of a clock. The image of the colonizer. الآن ما حكيناك العبارة هذه. Just to kill the element and the slow death. Refuser to die. لطلع هنا على صورة المستعمر. The image of the colonizer. كيف تصرف المستعمر بهم. في النهاية. I could not stand it any longer. لم أتحمل أكثر. وانت ذهب وانصرفت. I heard later that it took him half an hour to die. بعدين عرفت بأنه استغرقت نصف ساعة بالنسبة له لكي يموت. Pairmans were bringing dash and basket even before I left. وكانوا الجرميين يحضرون معهم. الصواطير والسلال. Even before I left. قبل ما نغادر. قبل ما نغادر. And I was told. أخبروني. That they had stripped his body almost to the bone. إنهم سلخوا طبعا سلخوا وقطعوا لوصلوا للعظم. بايدر أبصرنون لوقت الظهيرة. كانوا مخدين كل شيء وتركينوا هيكل عظمي. We're bringing dash, الصواطير, basket, والسلال. And even before I left. And I was told. وتنمم إخباري. That they had stripped. ثلخوا. ثلخوا جلده. عملية السلخ الكاملة. المستدبون للعظم. ولا إشي ولا نقطة لحم ضلت فيه. By the afternoon. هذه هي. هنا يعقل تصرفات المستعمر به. ذا إذا جملك رائد. الآن في النهاية. ماذا هو موقف الأوروبيين. والاحتلال المقتل الفيل. After words of course. After words of course. There were endless discussions. كانت هناك مناقشات لا نهاية لها. About the shooting of the element. حول مقتل الفيل. The owner was furious. كان صاحب الفيل ومالك الفيل الغاضب. But he was only an innocent. في النهاية واحد. هو واحدين في أي كلام. And I could know nothing. And could do nothing. ونقدرش عملنا أي إشي. نحن القوة المستعمرة. أخرى. Besides legally. I had done the writing for a mad. For a mad. The event has to be killed like a mad duck. So. وبالإضافة إلى ذلك. شرعيا. أنا عملت الشيء الأفضل. والشيء الصحيح. لأنه. وقانونيا. أنا عملت الشيء الصحيح. لأن الفيل المصاب بجنون يجب أن يقتل. Like a mad duck. مثل. الكلب المصروع. For its owner. Fails to control it. لأن مالكه. فشل في التحكم به. Among the Europeans. The opinion one divided. ولكن بين المحتلين البريطانيين. كانت هناك انكسامات في الرأي. The older men. الجيل القديم. ماذا كان يقول. I was right. أنا صحيح. أنا قتلت فيه. مجنون. وطبعا. أنا عملت الشيء الصحيح. ولكن ماذا قال. The younger man. المعبر عنه. The younger man. الجيل الجديد. والصغير. والشباب. It was damn shame to shoot an 11. عيب وعار. أن تقتل. وتقتل. فيه. من أجل أنه قتل. واحد هندي لا يسوى شيء. بالنسبة لهم. For killing a Koli. Because an elephant. لأن الفيل. Was worth more. Than any damn. كورنيجي. كورنيجي. كورني. لأن الفيل. قيمته. أكثر من أي واحد. هندي. وكمان كورنيجي. لا يسوى ولا قيمة له. كورنيجي. هذا هي. نظرة الاحتلال البريطاني. للمستعمر به. He's not a human being. He is worth nothing. حتى لدرجة أن الفيل أهم منه. كورنيجي. يعني كمان قيمة الفيل أهم من هذا اللي. الكولي اللي. الكولي. كورنيجي. كورنيجي. لإنهت. كورنيجي. كان بديكة الاحتلة. كان م Saladir. ل tambangcji lunarت. لأنه سيوم بالعضفة. لأن هذا كان خلいた للשר though. مور دان أني دام كورنيجي كورنيجي كمان كورنيجي and afterwards I was very glad that the Koli had been killed وفي النهاية أنا كني السعيد بأن الهندي تم قتله وفي النهاية طبعا قانونيا حطني في المكان الصحيح وعطاني حجة وافية وكافية لقتل الفيل لأنه من تقدر نقول أنا قتل في الفيل لأنه أهدد السلام المجتمعي وقاب بقتل واحد هندي أنا تصرفت كشرطي كحماية المجتمع وقمت بقتل الفيل مع أنه هذا ليس هو السبب الحقيقي وإحنا عرفنا الصراع اللي مر معاه ولكن هو يريد أن يقول أمام أي محكمة هذا الكلام لأن المستعمر يبرك على التصرف بطريقة أخرى وفي النهاية أشهر وفي النهاية أنا أشهر وإحنا مياس حجة واقية وكاملة لقد تفتح تمت عد القانون وتصرفت كسرطي طبا للقوانين هذا الفيل أصيب بالجنون وقتل شخص ودمر السوق ودمر العربات وشكل تهديد وتم إبلاغي بإيقاف هذا الفيل وأنا تصرفت عدد القانون فأنا في السليم ولكن لا أحد يعرف لا أحد يعرف حق السبب الحقيقي وراء دافعي لقتل كان السبب عشان ما تحقوش عليها ويستهزئوش فيها وكان السبب لأن صورة المستعمر بش لازم تنهز أمام المستعمر بهم الإمام المستعمر لا يجب أن يكون وكن دائما أتعذب وأفكر مع كل حدا قدر يفهم أو أعرف السبب الحقيقي إنه أنا قتلت الفيل فقط لمدرس سبب واحد لكي أتجنب أن يتحكموا علي أو يضحقوا عليه أو يستهزئوا به أو يشككوا في قوة المستعمر وصورة المستعمر أنا قتلت الفيل من أجل الاستعمار أنا قتلت الفيل من أجل الحفاظ على الصورة أنا قتلت الفيل من أجل الحفاظ على المشروع البريطاني أنا قتلت الفيل ضد قناعاتي وأن وجودنا هنا يجب أن نقتل دائما للحفاظ على هذه الإمبراطورية لهذا السبب يجب أن ينتهي هذا المشروع البريطاني الموجود في بيرما لأنه مشروع ضد إنسانيتنا وضد مبادئنا وهيكا بنكون أن هنا تحليل هذه القصة والتي تكلمنا فيها في البداية عن الاستعمار البريطاني في بيرما وعن العلاقة بين الكل المستعمر والمستعمر به المتابعة 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 بالحفاظ على الاستعمار والمتابعة المناسبة لتخريط الأشخاص التابعة التخريطة تجربة ما يشد من Easter الطبiche كيف تنقرأ القصة نقرأ القصة فقرة فقرة مثل ما لفقرات كل فقرة بنستم developer الاятиا دايقا نظرط هون ترا buns هنا الفقرة سورة سطو bare a كل هذا دي ما أنا شرحت إن شاء الله بتكون سفدتوا من هذا التحليل هذا النص الكامل وإن شاء الله نلتقي في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته